بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد للصف الثالث ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الثاني وموضوع درساني هذا اليوم تطبيقات على أشباه الموصلات المعالجة سنتعلم اليوم بإذن الله ونحل مسائل تدريبية على أشباه الموصلات المعالجة تعلمنا في الدرس السابق كيف نستطيع أن نحسن من توصيلية أشباه الموصلات النقية قلنا هو عن طريق إضافة ذرات مانحة أو مستقبلة للإلكترونات على أشباه الموصلات النقية وسمينا هذه الإضافة بالشوائب اطلقنا عليها وسميناها الشوائب وذكرنا أن هناك نوعين من الشوائب النوع الأول هو بإضافة مادة خماسية التكافؤ أي لديها خمسة إلكترونات في المستوى الأخير وهذه المادة ستعطيني أشباه موصلات معالجة من النوع السالب اللي هو N-Type والناقل الرئيسي في أشباه الموصلات من النوع السالب N هو الإلكترون الحر الخامس أما إذا وضعنا شائب ثلاث التكافؤ أي أن له ثلاثة إلكترونات في المستوى الأخير فسنحصل على أشباه موصلات من النوع الموجب والناقل الرئيسي للتيارة الكهربائي في أشباه الموصلات من النوع الموجب هو الفجوات حيث تنتقل الإلكترونات إلى هذه الفجوة لكي تملأها وذكرنا تطبيقات على أشباه الموصلات المعالجة وأولها هو المجسات الحرارية ومقاييس الضوء لنبدأ الآن في حل بعض الأسئلة السؤال الأول يعالج السيليكون بفلز الزرنيخ إذن نضع السيليكون لشبه الموصل السيليكون شائبة ولكن من ذرة الزرنيخ بحيث يستبدل بذرة واحدة من كل مليون ذرة سيليكون ذرة زرنيخ واحدة أي من كل مليون ذرة سيليكون نضع ذرة زرنيخ واحدة وتمنح كل ذرة زرنيخ إلكترون واحد في حزمة التوصيل نريد الآن أن نعرف ما كثافة الإلكترونات الحرة إذا قمنا بهذه المعالجة تخيل أننا نعالج كل مليون ذرة سيليكون بذرة واحدة من الزرنيخ إذن لإيجاد كثافة الإلكترونات الحرة نعوض في هذا القانون عدد الإلكترونات الحرة في كل سنتيمتر مكعب للزرنيخ يساوي عدد الإلكترونات الحرة في ذرة الزرنيخ الواحدة مضروبا في عدد ذرات الزرنيخ ومقسوما على عدد ذرات السيليكون ومضروبا في عدد ذرات السيليكون في السنتيمتر المكعب الواحد قلنا في السؤال أننا نضع ذرة زرنيخ واحدة وتعطيني إلكترون واحد إذن لاحظ عدد الإلكترونات الحرة في كل ذرة زرنيخ واحدة هو واحد إلكترون واحد وذكرنا أننا وضعنا ذرة زرنيخ واحدة لكل مليون ذرة سيليكون لاحظ هذه مليون ذرة سيليكون وضعنا مقابلها ومعها ذرة واحدة من الزرنيخ أما بالنسبة لعدد ذرات السيليكون في السنتيمتر المكعب الواحد فهي قيمة ثابتة وتساوي 4.99 في عشرة 22 ذرة سيليكون في السنتيمتر المكعب الواحد بعد أن أعوض سأجد أن عدد الإلكترونات الحرة في السنتيمتر المكعب الواحد للزرنيخ تساوي 4.99 في عشرة وستطعش إلكترون حر في كل سنتيمتر مكعب الآن هذا الخليط بين ذرات السيليكون وذرات الزرنيخ أعطاني 4.99 في عشرة وستطعشر فري إلكترون لكل سنتيمتر مكعب نستطيع أن نكتبها بشكل آخر هذا هو عدد الإلكترونات الحرة في كل سنتيمتر مكعب واحد للخليط بين السيليكون والزرنيخ إذا وضعت ذرة ذرنيخ واحدة لكل مليون ذرة سيليكون هل نستطيع قراءة هذا الرقم بشكل آخر نعم يقرأ هذا الرقم يقرأ هذا الرقم بـ 49 كوادريليون هذا الرقم هو كوادريليون إذن يوجد الآن 49 كوادريليون إلكترون حر لكل سنتيمتر مكعب الفقر الثاني من نفس السؤال ما النسبة بين كثافة الإلكترونات الحرة في السيليكون غير النقي والسيليكون النقي إذا علمت أن كثافة السيليكون النقي هو 1.45 في 10 أس 10 فري إلكترون حر لكل سنتيمتر مكعب يريد الآن النسبة بين كثافة الإلكترونات الحرة في السيليكون المعالج والسيليكون غير المعالج إذن لإيجاد النسبة نقسم كثافة الإلكترونات الحرة في السيليكون المعالج قسمة كثافة الإلكترونات الحرة في السيليكون النقي وكما وجدنا سابقا في الشريحة السابقة أن عدد الإلكترونات الحرة في السيليكون المعالج تساوي 49 كوادريليون إلكترون حر قسمة 1.45 في 10 أو 10 إلكترون حر سأجد أن النسبة تساوي 3.44 في 10 أو 6 إلكترون حر أي لكل إلكترون حر في السيليكون النقي يقابله 3 مليون إلكترون حر في السيليكون غير النقي نسبة عالية جدا الفقرة الثالثة من هذا السؤال هل يعتمد التوصيل على إلكترونات السيليكون أم على إلكترونات الزرنيخ إذن هل يعتمد على السيليكون أم على الزرنيخ ما رأيكم رأينا أن التوصيل أساسه إلكترونات الزرنيخ التي منحت الإلكترونات وبسبب الزرنيخ وجدنا أنه يوجد أكثر من 3 ملايين إلكترون حر مقابل كل إلكترون موجود أساسا في السيليكون إذن عندما أقوم بتطعيم السيليكون بأي ذرة أخرى بأي شائبة وأعالجه بأي شائبة أخرى أحصل على عدد إلكترونات جدا جدا كثير وضخم مما يحسن موصلية هذه المواد سؤال آخر إذا كنت تصمم دائرة متكاملة باستخدام بلورة سيليكون وأردت أن تحصل على منطقة ذات خصائص عازلة جيدة نسبيا فهل يجب أن نعالج هذه المنطقة أم نتركها بوصفها شبه موصل نقي ما رأيكم؟ أريد أن أصمم دائرة متكاملة وهناك منطقة أريدها أن تكون عازلة فهل أعالج هذه المنطقة أم أتركها كما هي شبه موصل نقي؟ نحن قلنا أنه إضافة الشوائب ومعالجة أشباه الموصلات النقية تزيد من موصلياتها إذن شبه الموصل النقي يعتبر سيء التوصيل وعلى ذلك فإني سأترك هذه المنطقة من دون معالجة بالشوائب لكي تكون عازلة نأخذ سؤال آخر ما عدد الإلكترونات الحرة الموجودة في سنتمتر مكعب من الصوديوم علما بأن كثافة الصوديوم تساوي 0.971 جرام لكل سنتمتر مكعب والكتلة الذرية للصوديوم تساوي 22.99 جرام لكل مول عندما يوجد إلكترون حر واحد في كل ذرة صوديوم إذن نريد الآن ما عدد الإلكترونات الحرة الموجودة في سنتمتر مكعب واحد من الصوديوم علما بأن يوجد إلكترون حر واحد في كل ذرة إذن أقوم بالتعويض في هذه المعادلة عدد الإلكترونات الحرة في كل سنتمتر مكعب يساوي عدد الإلكترونات لكل ذرة يساوي عدد الإلكترونات الحرة لكل ذرة وقلنا أنه يوجد إلكترون واحد حر في كل ذرة مضروبا في عدد أفوغادرو ومضروبا في الكثافة ومقسوما على الكتلة الذرية أقوم بالتعويض يوجد يوجد عندي واحد إلكترون حر في كل ذرة حسب ما هو مذكور في السؤال وعدد أفوغادرو قيمة ثابتة 6.02 في 10 32 مضروبا في كثافة هذه المادة الصوديوم وكثافتها تساوي 0.971 ومقسوما على الكتلة الذرية والتي تساوي 22.99 سأجد أن عدد الإلكترونات الحرة في السنتيمتر المكعب الواحد 25.4 في 10 21 إلكترون حر في كل سنتيمتر مكعب هذا عدد كبير جدا لو حاولنا نكتب بطريقة أخرى سيكتب بهذا الشكل لاحظ عدد الأصفار إذن هذه عدد الإلكترونات الحرة في الصوديوم إذا كان يوجد فيه إلكترون حر واحد فقط في كل ذرة في السنتيمتر المكعب كيف يقرأ هذا الرقم يقرأ هذا الرقم ب 25 هكسليون إلكترون حر لكل سنتيمتر مكعب إذن بكذا يكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم هذه مراجع درسنا كتاب الفيزياء للصف الثالث ثانوي وللتواصل أو المزيد من الدروس الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطنية نراكم بإذن الله في حصصين قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا